مجلس بلد المحرق اضافة إلى سئلة متعلقة بالموازنات العامة وتطوير الأنظمة والخدمات البلدية من جانب آخر ناقش المجلس عقد الشركة النظافة الذي وقعته وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في نهاية الأسبوع الماضي مطالبا المجلس المزيد من التوضيحات بشأن تفاصيل العقد مع تقديم احتجاج بشأن عدم عرض العقد على أعضاء المجلس قبل توقيعه إلى ذلك استجاب المجلس إلى طلب عدد من مواطني مجمع 107 في مدينة الحد الذين طالبوا المجلس بحل مشكلة بناء مبنى تجاري خاص على أرض كانت مستخدمة كمواقف للسيارات ما اعتبره الأهالي تضييقا عليهم وقرر المجلس وقف عمال بناء المبنى ورفع طلب باستملاكه